ايه الظاهرة دي اللي احنا حنشهدها بكرة فلكيا يوم عشرين يونيو ايه ببساطة زي ما درسنا في المدارس الزمان الارض بتلف حوالين الشمس مرة كل سنة وده اللي بيقدي اقتعاقب الفصول عندنا اربع زوار بتبقى ميل الشمس الظاهري طبعا لان الارض هي اللي بتلف مش الشمس من ناقص 23.5 درجة لزائل 23.5 فدلوقتي ميل الشمس وصل لأقصى ميل لي اللي احنا هنشوفه زائل 23.5 لو احنا رحنا عند اصوان بكرة وبعده هنلاقي اشعة الشمس تنزل عمودية على اصوان تنزل عمودية لان اصوان جنوبها بيوجد مدار السرطان فلما الشمس بتبقى عمودية على مدار السرطان بيبتدي فصل الصيف لشمال القرى الارضية وفصل الشتاء لجنوب القرى الارضية بينعكس لما الشمس تتعامل على مدار الجدي اللي هو بتبقى الميل بيبقى عند نقص سلاتة وعشرين ونص بيبقى العكس الشتاء والجنوب صيف حاجة الظريفة بقى في الربيع والخريف اللي هو شهر تسعة وشهر تلاتة بيبقى ميل الشمس بسفر عند خط الاستوى بتتعامل على خط الاستوى بيبقى 12 ساعة ليل 12 ساعة نهار في العالم كله بس احنا ما حسناش بفصل الربيع دكتور لا حضرتك حسيت اولي بيحصل ان السنوات الاخيرة بيبقى الشتاء بيتأخر والصف بيتأخر يعني ساعات بيجي الشتاء بنقول ده خلاص الربيع ابتدى الشتاء لسه شغال ليه لان ده بيبقى داخل فيه عوامل كتيرة جدا داخل فيه النشاط الشمسي داخل فيه سرعة الرياح داخل فيه التلوث الصناعي اللي احنا داخلين فيه عوامل كتيرة جدا داخل في الموضوع ده فما تقدرش تقول ان النشاط الشمسي بيسبب حرارة جامعة او ان احنا استمر في حرارة طوال ممكن تلاقي في وسط الصيف ده درجة الحرارة قلت ان مثلا فيه رياح جات من رؤية طبعا مش اتكلم عن الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية مسؤولة عن الموضوع ده بس هي بصفة عامة احنا بنتكلم على حرقات الأرض حوالين الشمس اللي هي بتأثر على المناخ بصفة عامة يعني مفيش صيف هيجي مثلا في شهر 3 ما في الصيف هيجي في شهر 4 الصيف دائما بيحصل 21 او 20 يونيو حسب السنة اللي احنا فيها اذا كانت سنة بسيطة او سنة كريسة او كلام ده كله الربيع بيجي على طول 21 مارس لو اختلف يعني زمان مثلا جملة او ان الربيع بيحصل 11 مارس عيف ان هم فيه غلط في السنة بدل ما هي 365 يوم وربع بقى 365 يوم وربع الا 11 دقيقة ده بتحدد بدقة زي يا فندم انا برضو اكيد الناس بتسأل وانا برضو بشكل شخصي عايز اعرف يعني طبقا لعلوم الفلك ايه العوامل وايه القدرة الخاصة بعلوم الفلك بالتنبؤ بهذا الشكل ورصد هذه الظواهر الطبعية طيب انا ارجع للتاريخ المصر القديم انسان ما كانش عنده تكنولوجيا ولا اي حاجة مصر القديم يتعلم انه لما بيبص للسماء بيتعلم حاجة كتير اوه يقدر يبني الهرم يقدر يعمل تعامض للشمس الهرم مبني من ناحا الفلكية الجهات بتاعته لو انت جبت اعظم المهندسين في الدنيا دلوقتي مش عارف بنفس الطبع يعني علم الفلك معلش اسبق من علم الهندسة هو اللي بيرسم ازاي المهندس اشترك ما فيش علم بيتفضل على علم قصدي يعني هو اللي بيرسم للمهندس ازاي يشوف حضرتك المهندس هو الفلكي هو الطبيب هو العالم هو كل حاجة لان ما فيش حاجة اسمع علمه منفصل عن علم كلام ده فضل لغاة الاربعينات من القرن اللي فات يعني حتى في مرسط حلوان كان المهندس فلكي والفلكي مهندس وخريج نفسه كلية عندسة وفلك فحضرتك المصر القديم لاحظ ان الشمس في نجمة بتظهر اللي هي نجمة صبدة عند الفرعنة او صيرس باللغة الاجنبية او الشعرة الشعرة اليمنية اللي هي مسكورة في القرآن دي كانها بتحترق مرة كل عام بتختيفي سبعين يوم وييجي في يوم من الايام دي ظهرت الشروق الاحتراقي بتحصل يوم تسعتاشر سبعة في مصر هنا دلوقتي بتحصل ربعة وعشرين سبعة عند الاهراب واحتفلنا بها عند الاهراب مرة فصبدة دي لما بتيجي لحضرتك جتبانك انها بتحترق مع شروق الشمس بيحصل الظاهرة دي مرة كل تلتمية خمسة وستين يوم وربع عرفنا بقى ان طول السنة الشمسية تلتمية خمسة وستين يوم وربع عرفنا ان تساوي الليل وتساوي النهار بيحصل في 21 مارس وفي 21 تسعة و22 تسعة اللي هو الاعتدال الخريفي عرفنا الانقلاب الصيفي عرفنا الانقلاب الشتوي ابتدينا نعمل حاجات اعمق بقى ابتدينا نبني مباني في حاجة اسمها مفيش نقطة شروق ونقطة ضروب رب المشارقي والمغارب في كل يوم الشمس بتشرق من نقطة وتغرب من نقطة في مشرق في مساحة ما ومغرب في مساحة اخرى بيتتحرك الشمس من نقص 29 ونص ل23 ونص عشان كده لما جينا نقلنا المعبد ساعة السد العالي اتنقل اما اغير في الدزاين او الشكل بتاع المعبد اما يحصل شفت يوم لان المكان اتغير لان نقطة الشرق اتغيرت وبالشمس بتعدى على كل نقطة من النقطة دي مرتين في اليوم ممكن نخش بقى للهندسة نقدر نبني مباني زي المباني القديمة ان هي تبقى في الصيف جواها جميل وفي الشتة دفع ده حسب ان انا اعرف ان القوضة دي هيبقى نقطة الشرق فين ونقطة الغروب فين اشتركوا في القناة